فلازم الناس تحكي بموضوع المشاركة الطوعية لكل شيء لازم الناس تروج بصوتها بصورتها انتوا احكوا انشروا الفكرة هذا مطلب العدلة الاجتماعية اللي الناس بداية الحكي لا يجب ان يكون معقد بمصطلحات اقتصادية ونشدد بساطته مما كان يفهمها وهذا النطلوب النتائج ستكون نتائج مذهلة ستوقف الحرب بيومان وتسقط انظمة بيومان فطبيعي انه كتير عالم مثلا قوى سياسية وهيك ورح تخاف من انه الناس عم تطالب او فعليا عم تمارس هيك شيء عم تمارس المشاركة الطوعية او الاشتراك الطوعية شو ما كان يعني الناس معودي انه مثلا انه يلا بدنا حل بدنا حل بدنا الحرب توقف بعدين شو ما بترجع على مشكلة عدم العدالة الاجتماعية وبالعكس الامور عم تتقزم اكتر واكتر بدعك حل جذري من الاساس خلق لو مثلا وسائل اعلامية للناس بتحترمها لو مثلا كل يوم قبل نشرة الاخبار بتحكي شيء عن المشاركة الطوعية وبيجوا بنظرولها وبطالعوا الناس الناس تحترمها بطالعوا مثلا النخب اقتصاديين وكذا الناس تحترمها فشو شو بصير بصير عالم بتمشي فيها وبتقتنع مع الوقت يمكن مش يوم وليلة بس حتقتنع مع الوقت لانه بجعب الموضوع هو بالاساس بايد الفقراء انه هو بايد الناس لانه بمصلحة بهذا الشيء اما النخب والتلفزيونات اللي ما بده تحط ابدا هك شيء بصير بتحطه يمكن باطارات بتخوف العالم الاخر وكذا وهيك فهل اكيد نخب مشبوهة وهنا مستفيدين من تركيب النظام جزء من يعني شو بك سميها منظومة شو مكان فكل العالم تجي بتحكي بسبل كسر المنظومة وهون اللي ما بده نكسر المنظومة هني خسرانين واذا فيه مثلا فئة من الشعب ما بده تكسر المنظومة وشي هيك هني تخسرانين واساس كل شيء هو الاقتصاد او الروح الانانية اذا بدك هي الخطيئة الاولى الحسد والانانية وهالجو هذا